عشان أنهي موضوع الميستور صالح سليم هل أيضا حزنت لما الأستاذ شام سليم قال أبوي قال إن الخطيب غير واضح وإن الخطيب دع للسان شام سليم يعني رأيه هو يعني لم يتبوأ منصبا إداريا ونجح فيه هل تعتقد أن صالح سليم يمكن أن يقول لابنه يا ابن الخطيب مش واضح اسأل صالح سليم على الوحد يمكن أن تكون دعين تخبية بطل احتمالي بس خلي بك أحكي لك برضو التاريخ في وليه وممكن فيه مثلا قادر القمية للصور اللي بينه بركات الصالح دي سنة 2000 قبل ما يتوفق كابتن صالح بيومين يعني بسنتين بسنتين أه سنتين كابتن صالح أصر أننا نطلع للرحلة دي أصر والإصرار جمين كان معنا عدل قيعي لأنه أنا قلت لك أنا حكي لك حشان نوصل لدي بعد الآن وخلي الناس برضو هي كابتن صالح أنا دخلت مجلس دارة النادي أهل تمانية وتمانين مع كابتن عم صاحب البحش بعدين دخلت سنة 2000 مع كابتن صالح بعدين دخلت 2004 كنائب رئيس مع كابتن حسن حمدي فتعاملت مع ثلاث رؤساء قم دي كابتن صالح سنة 92 طلب مني أن أنا أدخل المجلس بتاعه بعد كابتن عم صالح هو اللي طالب أنا حكي لك تفاصيل عشان قلت خلي الناس تحكم بقى اللي عايز يقول حاجة بقى حر كابتن صالح قال لي يا حمود عايزك تخش المجلس كان عنده بيته في عرابي ومكتبه في الزمالكة فتقابلنا بيته كنا بتقابل كتير بقى فقال لي عايزك تخش معي بتقول لي بص يا كابتن أنا غلط أنا اللي هو اللي يقول لك مش واضح أنا تقول له أنا غلط إن أنا خلصت استعتزاك 87 ماتش اعتززاك 88 دخلت مجلس دارة 88 أنا مخدتش وقتي وما كانش عندنا احتراف والكلام ده فأنا محتاج اشتغل عشان خاطر ولادي فمن فضلك كابتن سيبني الدورة دي قال لي يا ابني عندك حق خليك جنبي خليك قريب مننا قريب واشتغلنا الدورة اللي بعدية 96 كرر نفس الكلام في وجود مين عشان برضو الناس اللي بتتكلم كتير حسن حمدي حرم الراغب عشان سعيد وفي بيته في عرابي كان بياخد رأينا في الاشخاص اللي داخلين جداد في النادي الاه أنا بطلعك عندي وجوه شبه وعندي شباب وعندي وجوه جديدة لازال انا بعمله دلوقتي بياخد رأيي ناس كتير قبل ما اقول له واحدة معايا جوا في كابتن الصراحة كان بياخد رأينا او انا واحد من المجموعة اللي كان بيتاخد رأيي فيها غير مجموعة تانية كبيرة بقى حوالينا يعني بس انا بقول لناس اسماء المعروفة يعني فا قال لي اسماء المعروفة يعني هتخش معي بطلع بص يا كابتن انا تعقدت ان انا بسافر برة عندي شغل يعني فهسافر كتير فانفضلك برضو سيبني الدورة دي قال لي انت بخليك بقى معنا في المطبخ ده انا عايزك تبقى موجود قريب عشان عايزك تتعلم ألفين كنت الصراح جيه سنة ألفين طلبني بقى في مكتبه رح طيله قال لي بص يا محمود قال لي بص يا محمود انت معانا في الدورة دي بس بقوله قال لي يا محمود ده تكليف ده تكليف تكليف صراحة سرين ده ايه رأيت فيه انت عنده قرار ولا عندهش قرار عنده طبعا جريء ولا مش جريء قوي ولا مش قوي لما يكون شايف ان واحد مش واضح يضعب معي يتعمى كل سنين دي ازاي ويطلبوا في مجلسه ازاي يعني موضوع موضوع دخلنا المجلس عندما دخلنا المجلس سنتين قال لي انا عايز اكتيج معا يعني اسافر معادي زونس برك وشانستيلي مجاز الكرن ده حقك اه قال لي لا انا عايزك لان انا والله يا فمية يا حمود كمان حاجة مهمة جدا احنا السفر سبع ساعات رايحوا سبع ساعات جاي على مدار ثلاث يام بس راحين يوم حفرة اليوم هنرجع ثلاث يوم انا عايز بص الملفات اللي عندك كويس وتعالا عايزين نتكلم شوية طول الطيارة من افضل الاربعتاشر ساعة قدتهم لان انا تعلمت حاجات هايلة في الطيارة طبعا عايزين راحين جايين بقى وهو بالنمش قال لانه حديث طويل ودائم والمدة طويل وجبنا اقطع الناشئين وجبنا الكرة وجبنا حاجات تانية غير الكرة وبنتكلموا كان موجود عدل القيعة معانا طب انا بس محكي لك بس ردلك ده بس ردلك ده طيب لجنة الكورة لجنة الكورة لجنة الكورة كنا اربعة لعيب كورة في المجلس منهم الناس كابتن صالح قائز كابتن حسن وانا والكابتن اعطاك التارب وزيد التاريخ الكابتن صارح الان مجيل اختار لجنة الكورة مختار مين حسن حمدي ومحمود الخطيب هو كل ده مش دلائل او ده ايه انا اقول لك التاريخ بس اعطاك من كده كفاية وبالتالي لا يمكن انه يكون صالح سليم قال عن الخطيب انه غير واضح يعني راجل جريء ورجل قوي اقول لك انت عور في وشك ام مش هيقول لحد عشان يولهولنا دلوقتي ماشي طيب ما جايز تكون في مشكلة مثلا انتو تعاملتم مع عضوية هشام سليم بشكل لانه كان يشكو من ذلك يعني جايز في مشكلة يعني ماشي انه الاستاذ هشام ما عطقتش يشكو من ذلك ده كلام موضوع مالي ومدي ما عطقتش قبل انه يشكو ده طبعا لو عايز يشكو هو حر زي ما يقوله ده هو حر ولكن كابتن صالح سليم برضو في وجود حاسن حمدي وانا ومحرم الراغب وهشام سعيد قال لك لا ليه شما هو ده بقى اللي بقولك صالح في وشك يقولك قال لك لا مش هو يشتغل هو يدفع احنا عرضنا عليه على هشام سليم يعني احنا عرضنا على كابتن صالح انه ده ابنك وبتاعه يعني نعمل له عضوية يعني اللي هتعمل عضوية لكل رؤساء الاندية الولادهم لا هم قادرين يدفعو العاوز يخش يخش هي دي مبادئ هي دي مبادئ طيب في